اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنتبيلها بقى تدبيلة بسيطة قوي على كل وش هنرش شوية من الملح ورشة من الفلفل الاسود وكمان رشة بسيطة كده من اي زيت 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 زيتون او زيت عادي وبعمل لها مساش كده بنعملها نفسه معاملة الاستيج بالزبط نفس التدبيلة بالزبط مش بحط لها اي توابن تاني ملح وفلفل اسود بس بعمل لها بقى مساش كده بيدي عشان اتأكد ان الملح وفلفل داخلوا كده في كل الانسجة بتاعت اللحمة وتشربتهم وكمان بيخلوها تترى وتستوي معنا على طول بقلبها الناحية التانية وبقرر نفس الخطوات ملح وفلفل اسود وكمان برشة من الزيت صغيرة كده وبس كده كده اللحمة عندنا جاهزت بشيلها بقى على جنب لحد بقى منحضر بقية الوصف هنحضر بقى دلوقتي مكونات الصوس عندي هنا بصلة بيضة تكون متوسطة ما تكونش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي وكمان عندي ربع كيلو من المشروب بكون غسلية ومن الضفاء كويس اوي وسايدة كمان ينشف وكمان عندنا ثلاث فصوص من الضم بحب كمان احط قود او اتنين من الزعتر الفرش بيديها ريها حلوة اوي ولو عندكو كمان روزماري برضو هيفقى لذيذ اوي مع الصوس باخدهم بقى على البطاعة كده وقطعهم مكهبات صغيرة باخد البصلة وقطعها نصين ولو حابين ان انتوا تزودوا كمية البصل ما فيش مشكلة بس انا حابيت ان كمية البصل تكون قليلة فبصلة كده صغيرة هتكون حلوة وتدي طعم لذيذ وبقطع بقى البصلة واشيلها لجنب كمان بقطع المشروم شرايح كده رفيع عشان بقى يتبل معنا بسرعة وما ياخدش وقت في السم والمشروم الفرش هيديكم نتيجة زي المطاعم بالزبط لو مش متاحة لكم ممكن تستخدموا المشروم المعلقة اخر حاجة هنفرم في صوس الطوم ودلوقتي بقى هنبدأ نجاهز الطاصة اللي احنا هنسوي بقى فيها كل الكلام ده عندي طاصة بيرة بس خيانها كويس قوي واسبها تسخن وبعد كده بنزل عليها معلقة صغيرة كده من الزيت عشان بس اللحمة ما تنزقش فيها هنزل بقى بشرايح اللحمة واتأكد ان الطاصة سخنت كويس قوي عشان باش عايزين اللحمة تنزل اي سويل فيها وتنشف وبحب بحط كمان مكعب من الزبدة بيخلي اللحمة تفضل طريه وما تنشفش مش هنقلب اللحمة خالص هنسيبها دقتين كده وبعد كده بقى نقلبها الناحية التانية تكون خالة لوم كده خفيف وحلو بحط بقى عدين الزعتر وهتشبه بقى ريحة يا جماعة خطيرة بيفضل أقلب في اللحمة لحد ما تاخد اللون البني الحلو ده وتقرب على ان هي تستوي بشالها من الطاصة وبكمل باقي الكمية لو انتم مستخدمين طاصة كبيرة حطوا الكمية كلها مع بعض انا الطاصة بتاعت لشانكات سويرة شوية فأسنت الكمية على مرتين وكررت نفس الخطوات وهحط بقى اللحمة دلوقتي في طبق على جن عشان نعمل قصص في نفس الطاصة بقى بالزبدة والزيت وكل السويل اللي نزلت من اللحمة هنضيف بقى دلوقتي البصل ويبدأ بقى يشرب وياخد من كل النكهات اللي في الطاصة دي ومجد يا جماعة دا اللي بيخلي طعب الصوس مميز وحلوة قوة ننظف الطاصة وبس كده نفضل بقى نجوح في البصلة لحد ما تاخد لون دهبي كده حلو او بني كده غامق شوية وتدبل خالص وبعد كده بنضيف بقى عليها المشرو وهي دي تقريبا يعني أطول خطوة في الوصفة هنفضل نقلب في المسروم شوية كده حلوية لحد ما يدبل وعشان أساعده انه يدبل بسرعة فبرش عليه رشاة صغيرة كده من الملح ورشاة من الفلفل الأسود الملح بيخلي أي خضار ينزل المياه بتاعته بسرعة ويدبل على طول وماخدش وقت بقى في الطاصة وبس كده بنقلبهم بقى مع بعض كويس قبل لحد ما المسروم ياخدهم بني برده كده حلو ويدبل ويستوي شوية بحطهم بقى كده على جنب وبجيب في صوص التوم وبفضل برضو أشوح فيها كده لحد ما رحتها تطلع ويدبل برضو شوية وبس كده بنقلبهم بقى مع بعض كلهم وعشان نعمل الصوص في نفس الطاصة ومنضطرش ان احنا نشيل المسروم والبصل على جنب ونوسخ الطبق فهنعمل الصوص في نفس الطاصة هنحط بقى ثلاث مكعبات من الزبدة ونقلبهم وندوبهم كده كويس قوي وبعد كده هنضيف بقى عليهم ثلاث معالق كبار من الدقيق يعني لكل مكعب زبدة معلقة من الدقيق وكباية من السويل يعني احفظوها كده دي قعدة لأي صوص هتعملو زي البشمالة بالضبط بدوب بقى الدقيق والزبدة كويس قوي لأول لوحدهم كده على جنب عشان ما يكالكعوش وبعد كده ببدأ بقى أقلبهم مع المشروم والبصل ودخلهم بقى معاهم وكده وكل حاجة بقى تاخد من طعمة بعض دلوقتي بقى نبدأ نزود السويل اللي عندي هنا كوباتين من المياه السخنة ممكن تستخدموا بدلهم المرأة مرأة اللحمة أو مكعبات المرأة الجهزة يعني برحيتكم بس أنا حبيت إن أنا أقلل يعني استخدمي للمرأة الجهزة وحبيت إن أنا أحط مياه سخنة بس لو عندوكوا شربة لحمة إنتوا عملينها في البيت تزودوها هتديها طعم لازيز جدا وطبعا بقى تزبطوا الملح بتاعها على حسب زقكو على حسب ما انتم ما بتحبوا وبس كده بقلبهم كويس قوي مع بعض ودود الزبدة والدقيق كويس وتأكد إن ما فيش أي تكتلات خلص الكوباية بقى الأخيرة اللي احنا هنزودها لإن أنا زي ما قلت لكم احنا بنزود ثلاث كوباية من السويل أنا زودت كوباية من الكريمة كريمة الطبخ أو كريمة اللباني لو ما عندوكوش كريمة ممكن تزودو بدلها الحليب أو اللمان وبس كده بتديهم تقليبها مع بعض وزود بقى الملح والفلفل الاسود وهنزود كمان شوية من الأعشاب بقدونس مجفف وزعتر اللي هو الأوريجانو بيديهم طعم وريحة جماعة بجد خطيرة وآخر حيجة معلقة من السوس اللي أنا ما بحبش أقول اسمه ده اللي هو سوس بورشستر سوس وبس كده بنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا وبس بها تغلي بس غلويتين كده وتبدأ تسخن بقى شوية وبعد كده هنضيف بقى عليهم شرايح اللحمة وننزل بقى كل السويل اللي نزلت من اللحمة عشان دي بتدي طعم حلو قوي للسوس هنعدي بقى النار خالص ونسيب بقى اللحمة تكمل بقى تسويها والسوس يتقل شوية على نار هادية أنا بحب أغطيها بس خلي بالكوا عشان ممكن تفور لو كمان مستخدمين للتصص وغيرها شوية هنسيبها بقى من 10-15 دقيقة اللحمة تستوي وتشرب من السوس وبجد يا جماعة انتوا هتشموا ريحة خطيرة بصوا أصلا المنظر اللي واحده كده على البودا جازي جوع اخر حاجة بحب أرش بقى رشة كده من البقدونس وبس كده الأكلة بتاعتنا جهزت كنت مجهزة رز أبيض طريقته سهلة وبسيطة ما حبيتش أنه نطول به الفيديو ممكن كمان تقدموها مع أي مكارونة انتوا بتحبوها قطيت بقى اللحمة وكمان السوس جنب الرز وبصوا جمال الطبق والشاكت وحلوته كأنه طبق متقدم في أفخم مطعم بزبط واحنا عاملين كل حاجة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا عايز أقول لكم جدا أن اللحمة كانت طرية جدا ما بتشدش وطعمها كان خطير والسوس بقى ده الواحدة كده حكاية يعني السوس بجد أنا كنت عايزة أكله لوحده من حلوته كان طعمه لذيذ قوي كل حاجة في الأكلة دي كانت طعمها حلو مظبوطة نفسي بتتقدم في المطاعم بالزبط ما فيش أي فرقة عنها خلص لازم تجربوها عشان متأكد أن انتوا هتحبوها قوي ما تنسوش أهم حاجة تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكو وكمان تكتبوا لي رأيكو تحت في الكوميك ديت وبس كده ده كان فيديو النهارده اشتركوا في القناة